توقعات مزهلة لأربع أبراج في شهر مايو مع خبيرة الأبراج العبقرية جمانة وهبي أول حاجة الحمل عاطفياً إن مصالحة بقت جزء يتجزأ من نجاح حياتك العاطفية إن عدام الثقة ممكن يؤثر على مصير علاقتك بالشريك الآخر حاول إيجاد الحجج الكفيلة لجذب الشريك الآخر لا تتردد بالتراجع عن الخطأ اللي قمت بيه مؤخراً قد تشعر بحاجة مسة لعيش أجواء رومانسية مع الشريك أما مهنياً لا تستسلم للضغوط اللي بتمارس ضدك رهانك على تحسن وضعك المالي لن يكون في مكانه تخلص من الروتين اللي بيؤثر على وضعك المهني قد تجد الحلول المناسبة للمشاكل اللي انت عانيت منها مؤخراً احذر من محاولات تشويه صورتك في محيط عملك ثابر لتحقيق أهدافك تاني حاجة معنا التور عاطفياً قد تشعر أنت محط اهتمام هذه الفترة غرورك ممكن يساهم بتأزم علاقاتك مع الشريك ابحث عن التوازن في العلاقة عليك أن تكون متصالح مع نفسك تخذ الإجراءات اللي هي أو القرارات اللي تحمي التضحيات اللي انت بتقوم بيها للشريك قلبك الطيب يسمح لك بالتغاج عن بعض الأخطاء اللي ارتكبها الطرف الآخر خلال الفترة الماضية أما مهنياً الأولوية هتكون الفترة دي لتقيام ببعض الأعمال المصيرية منما حصلت عليه مؤخراً لن يساعدك على تأمين متطلباتك الحياتية ثابر للمحافظة على المكتسبات السابقة عليك أن تكون متصالح مع نفسك لا تسمح لأحد بتدخل في شؤونك الخاصة تالت برج معنا الجوزاء عطفياً قد تملك الكسين من الصفات الحميدة إلا أن ذلك لن يساعدك على استمالة الشريك استمع لصوت قلبك تعامل بحذر مع أي علاقة جديدة ولا تندفع خلف رغباتك قبل التأكد من حقيقة مشاعر الطرف الآخر احذر من المعاناة من أزمة عاطفية جديدة قالت فأنت لن تستطيع تحمل نتائجها أما مهانياً استمع للنصائح اللي بتقدمها لك أهل الاختصاص قد تتفاجأ بالفرص الممكن تحصل عليها قد تتخلص من العرقي للوضعت في طريقك للحد من اندفاعك بعض الظروف قد تكون ملأمة للانطلاق نحو أفاق جديدة اتخذ قرار الانتقال إلى المرحلة المقبلة لن يكون طبعاً يعني قد تكون ملأمة الظروف لانتقنح وقفاق جديدة أما اتخذ قرارات الانتقال للمرحلة المقبلة لن يكون واقعي ربع برج معنا السرطون عاطفياً اليوم أو يعني عاطفياً البرود العاطفي قد يسيطر على علاقتك بالشريك الآخر لن تجد الفرصة المناسبة اللي بتساعدك على استعادة وهج المشاعر لابد من البحث عن حل واقع للأسباب الخاصة بالدائقة المادية اللي انت بتعاني منها لا تيأس فكل الأمور قد تتحسن تدريجياً حاول ابتكار بعض الفرص الملأمة أما مهنية لا تسمح لأحد بتجاوز القطوط الحمرة قد يحاول البعض الاستفادة من خبراتك المهنية بعض التغيرات قد تكون ملحة هذه الفترة قد تحتاج الاستراحة طويلة قد تعيد لك تقطق المفقودة الحياة قد يعني تستحق منك بعض التضحيات اللي بتساعدك على استعادة اندفاعك في العمل